أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية أكد حرص سموه على إطلاق المبادرات التي تعنى بدعم وتمكين الشباب البحريني في المجتمع مضيفا سموه أن إطلاق سموه لمبادرة موهبتك في البيت تأتي ضمن الرؤية التي رسمها سموه من أجل استمرار المبادرات التي تهدف لاحتضان وتشجيع الشباب على إطلاق قدراتهم ومماهبهم والتي تساهم في تطويرهم وبناء الشخصية وتمنحهم الثقة بالنفس وتدفعهم نحو المشاركة الحقيقية في تنمية وتقدم مملكتنا الغالية وقال سموه أن مبادراته مستمرة وهي مستمدة من أهداف المشروع الإصلاحي لسيد الوالد حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لنهوض بشباب هذا الوطن على اعتبار أنهم ثروة هذا الوطن ورصيده الحقيقي في العملية التنموية الشاملة في جميع القطاعات وضف سموه شخالد بن حمد آل خليفة أن إطلاق مبادرة موهبتك في البيت تتوافق مع الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ المشاريع التي تساهم في رفع مستوى الشباب وكذلك تتماشى مع الإجراءات المتبعة التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الحالية لتطبيق شعارها نواصل بعزم لمواجهة مرض فيروس كورونا كوفيد 19 من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي الذي يعزز من هذه الإجراءات ويساهم في مكافحة هذه الجائحة للعودة بالحياة إلى طبيعتها في المملكة وقال سموه نقدر الجهود الكبيرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لدعم مبادراتنا لاحتضان وتشجيع الشباب في مختلف المجالات والذي يمنحهم الفرصة لإبراز وتطوير إمكانياتهم وسقل مواهبهم لتشكيل جيل شبابي قادر على المساهمة في بناء وتطوير المجتمع وختم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حديثه قائلا نسعى دائما للارتقاء بالشباب البحريني وتهيئته ليكون عنصرا فاعلا في شتى مجالات الحياة من خلال استمرارنا في إطلاق المبادرات المتنوعة التي ترسم الطريق للشباب نحو الإبداع والابتكار وتدفعهم نحو اكتساب المزيد من الخبرات وترفع من كفاءتهم وتمكنهم ليكونوا قادرين على حمل المسؤولية لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية للمملكة متطلعا سموه أن تشهد مسابقة موهبتك في البيت المشاركة الواسعة من الشباب والتي ستنعكس إيجابا على نجاح هذا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر